أخبار الرياضة تحديدا لأن مبارح كانت ضربة البداية لمنتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة العالم اللي قدر أنه يتجاوز ببراعة بعد ما حقق الفوز على المنتخب الكرواتي بنتيجة 31-22 مباراة كانت قوية كلها حماس قدر الفراعنة فيها أنهما يحسموها بتفوق نشوف قراءة وفية وتحليل فني للمباراة من خلال ضفتنا الناقضة الرياضية لمنورانا في الستوديو دينا نبيل صباح الخير يا دينا صباح نور صباح نور على سيدة المشاهدين مبسوط أننا معكم يعني إحنا لسعادات وجودك معنا دينا شوفنا مبارح بداية قوية في أول مباراة للمجموعة لمنتخبنا الوطني ويمكن فكرة اللي هو يتفوق بالفرق الكبير ده ما كانش في الحزبان وكل دايما بيبعارف أن دايما البداية بيكون فيها أنواع من أنواع الرهبة للفراعين فشايف تقييمك وتحليلك إزاي لمباراة الأمس يعني دايما بنقول على منتخب اليد أنه هو منتخب المواعيد الكبرى يعني دايما بنشوف أنه هو خلاص إحنا وصلنا أفريقيين أنه إحنا الحمد لله بناخد بطولة أفريقيا نوعا ما بسهولة طبعا ما احترمنا لكل المنتخبات الأفريقية لكن بطولة العالم شوية منافسة فيها مختلفة خالص بس الإعداد لها مختلفة خالص بتقابل مدارس مختلفة من أمريكا الجنوبية يعني من أوروبا فانت بتشوف مدارس مختلفة تماما كانت شوية يعني منتخب كرواتيا المواجهة أمس كنا شوية حاسين هي هتبقى هتكون أصعب مباراة في المجموعة لكن الحمد لله إحنا تجاوزنا بفرق أهداف كبير تسع أهداف يعني كان طبعا فوز منطقي بشكل كبير لأن المنتخب عمل فترة أهداف كويسة جدا قبل بطولة العالم خاض عادة من الوديات سواء هنا في مصر أو بره في أوروبا كان الإعداد قوي جدا لمنتخب مصر تفوق منطقي بس زي ما أنت قلت كان شوية يعني فكرة فارق الأهداف الكبير ده ما كانتش متوقع قوي بالنسبة أعتقد أن بيدي أريحية كبير أكيد فكرة أن أنت بتتخطى ضربة البداية بتدي ثقة للعيبة لما تعديها بفرق أهداف كبير كده وفكرة أن أنت مباراة الافتتاحي زي ما قلت بقى فيها شوية توطر شوية ترقب لكن لما تتخطى المباراة بفرق أهداف كبير كده بتعرف أن أنت بتدي ثقة ودفعة كبيرة قوي اللاعبين في المبارات الجاية وزي ما بقولت ده ما فكرة أنت يعني بتوصل رسالة ببداية البطولة كده فإن إحنا قوة لا يستهنى بها في البطولة صحيحة كمان نحن بنكلم دايما على كرباتية أصعب المجموعة وطلس أنه كمان يعني أصعب أول مباراة تبقى أصعب واحدة هو كده رايح نفسه يعني المنتخب رايح نفسه كمان كده بقيت المتشروط هو تأهل من أبدائيا كأول المجموعة طيب لو هنكلم عن كريم هنداوي كان يعني أداء ما شاء الله شايف أداءه إزاي دايما بنقول في الهندبول أن الحارس بيبقى نص الفريق كريم يندوي مبارح عمل مباراة تاريخية بصراحة يعني إحصائياته حتى بعد المباراة يعني هو تصدى لعشر تصديات من أصل تلاتين دي نسبة كويسة جدا في كرة اليد كان فيه شوية تخوف قبل طولة العالم للياد من مركز حراسة المرمى تحديدا أنه كمان باروندو استبعد محمد عصام الطيار اللي هو الحارس المرمى فهو اكتفى بثلاث حراس مرمى بس من ضمنهم طبعا على قصوم كريم يندوي اللي قدى مبارح مباراة قوية ممكن هو تقريبا هو كان بيلعب يعني كل مباراة هو بس حارسنا حميد نزل بس فترة قليلة جدا فقدى مباراة قوية جدا أتواقع كمان هو لسه هيخش أكتر لما المباراة المباراة تزداد أكتر هيخش أكتر في المستوى هيعلى أكتر ده يعني من وجهة نظري طيب يمكن فيه كمان شفنا أحمد هشام وشفنا لعبة تانية كان فيه أداء مختلف ويمكن نقول كانت بتدي بدايات مبشرة تحديدا من اللعب المباراة نقدر نقول هو كان رجل المباراة المباراة بعيدا طبعا عن كريم هنداوي هو كابتن علي زين خد هو رجل المباراة المباراة كان بصراحة متقلق جدا 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 يعني دائما علي زين ما عودنا على كده سواء بطولات أفريقية بطولات عالم في الأولمبيات أنا بعيدا عن علي زين طبعا بعيدا عن برأة كلم هقول لحضرتك يمكن محسن رمضان كان عندنا شوية بعد إصابة يحي خالد طبعا يحي خالد نجمنا بنتمنى له طبعا يعني الشفاء العاجل إن شاء الله هو كان تعرض لإصابة بقطع فرباط الصليبي قبل بطولة العالم وطبعا جي كابتن أحمد الأحمر قائد المنتخب اعتزل فالمركز ده كان عندنا مركز اليمين ده كان شوية عندنا فيه مشكلة كان فيه تخوف من الجمهور شوية إن المركز ده عندنا فيه مشكلة أنت بتتكلم في اتنين تقال جدا مش موجودين فكان محسن رمضان مبارح كان هو البديل ومعاه طبعا مهاب سعيد مهاب سعيد شوية لعب صغير السن مش نفس خبرة اللاعبين الموجودين بالضبط فكان شوية فيه تخوف لكن محسن رمضان مبارح كان هو هدف المنتخب سجل سبع أهداف من سبع تصويبات يعني بنسبة 100% واحد يعني ما شاء الله يعني بالنسبة اللي هو مبارياته الدولية مش كتيرة قوي فأداء قوي جدا أنا بعتبره يعني لو ما كانش عالي زين كان محسن رمضان هو ياخد رجل المبارح سنينة بما أنت بقى تكلمتي عن فكرة الأرقام ونسب التصويب لو هنتكلم عن المنتخب ككل تقريبا 42 تصويبة قدر نقدرنا نحقق منها 31 هنتكلم حوالي 74 حاجة و 70% 74% تقريبا الأرقام دي يعني تحليلها شايفات زي زي ما قلت بداية قوية جدا المنتخب يعني تحسن اللعيبة كلهم خلاص حفزوا بعض المدرب كمان يعني لو هنتكلم عن بروندو تحديدا هو مع المنتخب من 2019 فهو خلاص هو حفز لعبته توظفهم حفز كل حاجة خاصة بيهم فأنت بتتكلم هو اللعيبة أساسا يعني خلاص هي حفزة نازلة عارفة هي بتعمل ايه يعني في كل المراكز سواء حتى الكبار السين اللي هم عندهم خبرة يعني عايزة أتكلم كمان عن دور الاحتراف كمان لو نتكلم عن الاحتراف إحنا عندنا الاحتراف دوت أسقل جدا جدا من عناصر المنتخب سواء علي زين ممدوح هاشم يحيى الدرع سواء على سواء محترفين سيف الدرع كل الناس اللي موجودين في المنتخب بينقلوا خبراتهم في أوروبا لمنتخب مصر فدي أفادت جدا منتخب مصر في السنين الأخيرة من 2019 منتخب مصر بيقدم أداء قوي جدا سواء في بطولات عالم أو بطولات أفريقيا أو يعني أولمبيات زي ما قلت فلو نتكلم عن ماتش كرواتيا تحديدا لا النسب كلها للعيبة مميزة جدا سواء اللي اللعب ومش المباراة بشكل كامل أو اللي كانوا موجودين اللعب وعدد وقت كبير في المباراة أداء قوي جدا زي ما قلت لسه كمان عندنا ماتشات المغرب أمريكا كل ده الكيرف ان شاء الله هيعلى في المباراة المقبلة بسأعتقد دول من الصعبين زي ماتش كرواتيا يعني كان الأصعب في المجموعة المباراة اللي كانت بالأمس لكن برضو مش عاوزين نستهيم بحد من الخصوم بس خليني ما راح نتكلم على أن كان عندنا تلات تصوبات من الأجنحة وتم تزددهم بنسبة نجاح 100% تقريبا أو نسبة تزديد 100% شايف النسبة دي ازاي في أول مباراة؟ يعني دايما إحنا الأهداف بتيجي من ناحية الجناحات يعني دايما الجناحات المهمة جدا في أي منتفى يعني مش عايزة خصة بالذكر حد معين بس مثلا محمد سند المعتبر دايما بنسميه نحنا الجناح مصر الطائر محمد سند ده محترفنا في نادي نيم الفرنسي بيقدم أداء قوي جدا كان هو برضو متقلق في بطولة العالم اللي فاتت لايكات مصر بتصادفها هنا عشرين واحد وعشرين فإحنا عندنا الجناحات ليها دور مهم جدا جدا فيعني بشوف أن هي برضو في الفترة الجاية في المباراة الجاية برضو هيبقى ليها دور كبير قوي في تسجيل الأهداف محمد سند عمر الوكيل يعني فيه كذا كذا لعب مش عايزة أقول أسامي تحديدا بس هيبقى ليهم دور كبير قوي في المباراة المقبلة دينا يوم الحظ جاي إن شاء الله هنرعب قدام المغرب ولو هنتكلم على نقاط قوة منتخب مصر ونقاط قوة منتخب المغرب شايفة إيه المفروض إحنا نلعب عليه أكتر إيه الحاجات اللي ممكن نضغط بيها على منتخب المغرب منتخب المغرب بالحقيقة طبعا يعني كابل احترامنا ليه يعني بس هو يمكن مش بيمر بأفضل حالاته مؤخر حتى شفناه هنا لما كانت في بطولة أفريقيا اللي كانت بتقام على أرض مصر في شهر ستة الماضي يمكن مش ده منتخب المغرب قوي اللي كان قوة كبيرة قوي في السنين اللي فاتت يمكن منتخب المغرب كمان فقد الحارس الأساسي بتاعه اللي هو ياسين الإدريسي ده حارس مخدرم يعني اعتزل أعلن اعتزاله الدولي قبل البطولة بشهور قليلة فالمنتخب شوية المغربي عنده شوية ضعف في مركز حراسة المر فدي أعتقد يعني المفروض المنتخب مصر يلعب على الموضوع ده بس برضو يعني إذا هرجع لكلامك نحن ما نفعش أن نستهين بأي حد زي ما قلت احنا طبعا أفريقي نحن بتقدر مستوى أعلى من أي منتخب أفريقي لكن برضو مش عايزين نستهين أوي منتخب المغرب منتخب المغرب يبارح خسر من أمريكا ضمن مجموعاتنا خسر بفرق هدف واحد بس 28-27 ودي كانت بالمناسبة خسر غير متوقعة لأن المغرب شوية خبراته أكتر من أمريكا في بطولات العالم منتخب أمريكا ما تأهلش لبطولة العالم بقاله 21 سنة يعني هو يمكن منتخب أمريكا كان موجود تأهل لبطولة العالم اللي هي كانت بتقام في مصر 2021 بس هما انسحب قبل البطولة لأنه كان عنده إصابات كورونا كتير في صفوفه فخبراته أقل فكان غير متوقع أنه هو يكسب المنتخب المغربي مباح فطبعا زي ما قلت طبعا يعني هو أكيد مش هينفع أننا نستهيين بالمنتخب المغربي لكن هو مش في أفضل حالاته قوي حتى ده يعني كلام الصحفيين أو المتابعين المقربين من كرة اليد المغربي صحيح طيب ده أفهم من كلامك كده دينا أن مبارات أمريكا هتكون أسهل يعني احنا على موعد مع أمريكا يوم 17 يعني فهل كده مبارات أمريكا أسهل إلى حد ما من مبارات المغرب دايما هي الدربيات العربية بيبقى فيها شوية كده بناخد بالنا قوي منها يا مصر وتونس آه مصر والمغرب مصر والجزار صحيح شوية فيها كده تنافسية شوية أكتر تحديدا مع المغرب العربي آه بزرط كده آه نقصد المغرب العربي تحديد في سبطلات أفريقية أو سبطلات العرب بيقى فيه كده ندية بين مصر وباقية الدول اللي هي المغرب العرب لكن برضو هرجع الكلام نحنا ما نفعش نستهيين بأمريكا لسبب إنه المنتخبات الزيدي بتطور نفسها بشكل كبير جدا وإحنا ممكن ما نبقاش متابعينها يعني بمعنى إحنا مثلا عارفين المغرب إيه نوقت ضعفها عارفين مثلا الجزائر عارفين المنتخبات اللي تلعب معنا في بطلات أفريقيا لإحنا بنلعب معاهم فبالتالي شايفين منافسات مثلا بتخوض معهم بطلاته دي فعارفين وصلوا لحد فيه إنما منتخب أمريكا ممكن يبقى فعلا طور من نفسه بطولات المنتخبات الزيدي الأوروبية أو في أمريكا بيتطوروا من نفسهم بشكل سريع جدا فبرضو هما ممكن بيبقاش عندهم خبرات بطولات العالم لأن هما ما تأهلوش بقالهم فترة كبيرة لكن برضو أكيد هما عندهم محترفين هما فعلا عندهم محترفين في دوريات أوروبية أو دوريات في أمريكا لكن برضو أكيد خبراتهم مش زي مصر يعني مصر بتلعب يعني دي المرة السابق السبعة عشر لمصر تخط بطولة عالم وحققت مراكز متقدمة جدا خصوصا تلسيني الأخير يعني كل توفيق طبعا المنتخب مصري لكن يعني مش عايزة أقول فكرة أنه نحن يعني هي نحذر لازم نحذر من كل المنتخبات اللي احنا نوجد سعي لكن لو هنتكلم على صعيد المجموعة نحن الحمد لله عندنا الأصعب لكن ما ينفعش نستهين بإن كان المغرب أو حتى أمريكا طب بشكل عام بأمين أكتر دولة أنت متخوفة أو هتبقى الآن لو المنتخب المصري قبلها طبعا يعني فكرة المنتخبات اللي يعني زبعا يعني كلها عفين طبعا الدنمارك دي كلنا شفناها في كل العالم عشرين واحد وعشرين أداءهم معامل إزاي المنتخبات الأوروبية عندها عقلية مختلفة خالص عن عقليات يعني عقلية اللاعب الأوروبي شوية مختلفة عن اللاعب المصري أو اللاعب العربي تحديدا ففكرة أنت مثلا ممكن تبقى ودي شوفناها حتى في دورة البحر المتوسط لما مصر لعبت أسبانيا في النهائي فكرة أنت مثلا فارق بهدف أو مثلا متعادل وفاجأة هم يخطفوا جن يخد المطش ويفوزوا ويخدوا الميدين حماسا ما بتروحش بتبدل مستمر بالزبط فهما هي دي اللي بتفرق عندي يعني هي ده الفارق بس بنا وبينهم فكرة نوعا ممكن يخطف المطش بخبراته فعندنا الدنماركة عندنا أسبانيا عندنا فرنسا اللي احنا قابلناها وديا قابل طولة العالم قابلناها وديا وهما تفوقوا علينا عندنا في منتخبات السويد برضو منتخب قوي جدا لو كان وصيف بطولة العالم 20-21 في منتخبات كتيرة جدا بس أنا أتخيل إن شاء الله بإذن الله قادرين نروح لبعيد في البطولة دي إن شاء الله يعني إحنا بإذن الله هنتأهل الدور التالي وربع النهائي بس يعني فكرة بقى الميدالية دي اللي نتمنىها إن شاء الله أن المرة تثبت معانا بإذن الله طيب ده سؤال جمانا الفرقة اللي انت خايفة من مواجهة مصر الفرقة اللي بتنافس مصر بقى في البطولة يعني الأقرب هي إن شاء الله مصر تأخذ البطولة بس برضو فرقة كده عارفة يعني بيبقى فيه رهان كده يعني يا مصر يا كذا يا كذا يا مصر يا كذا كذا وكذا دول مين بقى أو زي ما قلت هو فرنسا ودنمارك والسويد من منتخبات التقيلة جدا والسويد تحديدا شوية منفس يعني شوية بحسوم قريبين شوية في المستوى من مصر فهي دي أكتر منتخبات أسبانيا برضو أنا قلت أسبانيا بس عارفة بس أسبانيا برضو منتخبات اللي هي القوية جدا فعالم كورترياد فدي من المنتخبات اللي هي يعني أتمنى طبعا يعني إن شاء الله مصر هي اللي تقدر تفوز طبعا بالبطولة وإحنا شايفين أداء جاية جدا وإن شاء الله يستمر كلنا الثقة طبعا في أبطالنا وبإذن الله ودائما رفعين رأسنا الحقيقة كمان زي ما انت قلت ممكن على مدار فترة أو السنين اللي فاتت كمان بشكرك جزيب الشكر طبعا النقدة الرياضية دينا نبيلنا وارتينا في سبع الخير يا مصر شكرا جدا شكرا شكرا لك يا ريزي شكرا شكرا لك شكرا لك